النهاردة لما بتشوفي أي أم بتتعامل مع ابنها اللي عنده توحد لكن ما عندهاش النية إن هي تتعلم أو تثقف نفسها إنه زي تتعامل مع ابنها لما بتقرني نفسك بيها إيه الفرق؟ بوسي وللأسف فيه معتقد سائد إن التوحد ده ما فيش فايدة منه فأي أم بتقولك أنا ما هتعب لما هم أهما هتعب ما فيش فايدة لا فيه فايدة بس إحنا الصبر المشكلة كلها إن إحنا محتاجين الوعي بإن طفل التوحد محتاج وقت طويل علشان تلاقي الاستجابة اللي أنت محتاجها يعني لو أي طفل من أي عقا أخرى وطفر حتى لو العقا الزهنية مثلا بيستجيب في شهر طفل التوحد هيستجيب في سنة لأنه عنده تأخر في الاستجابة فنصبر عليه ونقول بني أس يعني أنا 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 إبني لما دخلت بيه للدكتورة وهو عنده شهر قالتلي ده تجاهزينه كرسي متحرك لأن ده خلاص عجاله دمور في مركز الحركة والكلام فهيطلع طفل لا بيتحرك ولا بيتكلم فتعتمدي على كده بقى وأنت أم مؤمنة بقضاء ربنا وترضي بده طبعا أنا ما يعني أنهارت في الأول بس ما استسلمتش قلت لأ أنا ما أجبنيش الكلام ده أنا إبني هيقف وهيمشي وهيتحرك وهعمل معه المستحرك وهو دلوقتي عامل إيه؟ هو دلوقتي ما شاء الله لك وقت اللي بالله إذا أقولك أنه هو بطل الجمهورية في السباحة وفي الفروسية ما شاء الله وفي التنس الأرضي ما شاء الله واتخرج من المعهد العالي للسينما كاس مرسوم متحركة لا 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 وبقى أول مصمم جرافيك وبيعمل بيساعدني في شغلي بيعمل بالجرافيك بيستخدم برنامج الفلاش بينزل عليه صور سابتة ويحركها يركب لها صوت ويحركها يحرك يقالي الصورة بتمشي وبتتحرك وبتتكلم وبيعمل فيديوهات تعديل سلوك اللي هو مثلا منرميش 20 موز في الأرض عشان محدش يتزحل أفيام ما نعديش الشارع وإحنا بنتكلم في الموبايل يعني كده وبيشتغل في شركة مندوب علاقات عامة ماشاء الله كل ده بسبب الرحلة طبعا وطبعا السر في الرحلة هو الصبر الصبر والعمل المستمير اللي كنت بشتغل معه ما يقرب من 20 ساعة في اليوم لأن اللي يحتاج بيحتاج شغل كتير 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 بس كان في كل مرحلة أكيد فيها ملامح يعني مرحلة مثلا لغاية 5 سنين غير من 5 إلى 10 غير من 10 إلى 15 ما هو أنا بدأتها مراحل لحد خمس سنين دي كل شغالين على الحركة وكان بياخد علاق طبيعي ودي كانت بداية طريقه للرياضة لأن الدكتور قال لي أنه هو السباحة ممكن تكون مفيدة له في أن هي تنشط عضلات إيدي ورجلي وفعلا فلما نزل السباحة لقينا أن هي جابت معاها نتيجة في العلاج وفي نفس الوقت كمان هو قدر يتقدم فيها ويحقق بطولات فده اللي شجعه أنه هو كمان يخش رياضات تانية دي الغاية خمس سنين آه